بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم شخص اخباركم ان شاء الله الكل بخير ورجعناكم بحلقة جديدة عن بوب جو موبايل واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الثالث من الموسم السادس عشر او الشهر السادس عشر فقبل ان نبدأ المقطع يا شباب اتمنى من عددكم ان تخلوا لايك المقطع والمهم يشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما طول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع اوكي يا اصدقائي الروع الاربي وبعدين الروع المهام ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الثالث فاول مهمة من مهمات الاسبوع الثالث يا اصدقائي يقول لك استبعد ستة من الاعداء في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي طبعا بكل بساطة يا اصدقائي بهذه المهمة مطلوب من عندك اتجيب ستة كل بقيم واحد تمام اتجيب ستة كل بقيم واحد راح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدها صديقي يقول لك اهبط على اي سطح في مستشفى اثنين مارتين في الوضع الكلاسيكي ان المستشفى يقصد بها الموجودة بخارضة طبعا راح تطلع لكم الصورة بوسط الشاشة مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذه هي المستشفى وهذه هي الهوستبيتل تنزلون على سطح هذه البنائية اللي موجودة قدامكم مارتين وراح تكمل وياكم هذه المهمة بكل سهولة المهمة اللي بعدها يا صديقي طبعا يقول لك قابلة للتكرار للاسبوع الثالث فقط امضي مئة من الدقائق في المباريات ان هنا بكل بساطة يا اصدقائي انت من تلعب مباريات كلاسيكية من تلعب تدخل الجيم راح نحسب عندك وقت تمام من تكمل مئة دقيقة وانت تلعب كلاسيكية راح ينطيك خمسة وسبعين نقطة وعلى كل مئة راح ينطيك خمسة وسبعين نقطة وتكرر هذه العملية ست مرات يعني تسوي هذا المهمة خلال هذا الاسبوع ست مرات وعلى كل مئة من الدقائق راح تحصل على خمسة وسبعين نقطة المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل اربعة عشر من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في ساهمي سان هوك في وضع الكلاسيكي طبعا ساهمي راح تطلع لكم الصورة بوسط الشاشة طبعا موجودة آآ ما بسان هوك هذه المنطقة قدامكم يا اصدقائي طبعا تروح تقتل بها اربعة عدو بالبنادق الهجومية طبعا بنادق الهجومية اللي يقصد بها يا اصدقائي هي نفسها بنادق الاي ار اللي موجودة قدامكم اللي هي الاي كي ام كل هذي اللي قدامكم او كل اسلحة هي من البنادق الهجومية طبعا تروح بسان هوك منطقة ساهمي وتقتل اربعة عدو وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل اربعة من الاعداء باستخدام بنادق الصيت في في الوضع الكلاسيك ان انا طبعا طالب هذي المهمة حصرا بخارطة ارانجل تقتلون اربعة عداء باستخدام بنادق الصيت طبعا بنادق الصيدي اللي يقصد بها هي بنادق مثل ما تشوفون يا اصدقائي هي اس ستمية وستة وثمانين واس الف وثمانمية وسبعة وتسعين والاس اتناعش كاي مثل ما تشوفون هذي كل هذي قدامكم هي من البنادق الصيت طبعا تروحون حصرا بخارطة ارانجل او ما بارانجل تقتلون اربعة عداء وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك افتح الامدادات الجوية ستة من المرات ضمن فريق بالوضعك العسيكي هنا انا مطلوب من عندك حصرا ضمن فريق يعني انت لازم تلعب انت واصدقائك تمام لاصدقائك اللي موجودين وياك داخل اللعبة تلعب يا اما دو يا اما سيكوات وتفتح الدروبات الامدادات الجوية اللي اقصد بها تفتح الدروبات لازم انت تكون اول شخص تفتح هذا الدروب لا صديقك فاتحة قدامك ولا العديو فاتحة قدامك وايضا تقدر تفتح الدروبات اللي انت تلقى مسدس او مسدس الدروب ايضا تقدر تفتحه وين حسب عندك هنا تفتح ست دروبات وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اوك الاثمانية من الاعداء باستخدام بندقية القنص موسين غان في الوضع الكلاسيكي طبعا هنا مطلوب من عندك تجيب 8 بقنبلة بقنبلة شينو بسلاح الموسين غان طبعا سلاح الموسين غان كلكم تعرفوه اللي هو موجود مضمن اسلحة اللي هي الاس ار متل ما تشوفون يا اصدقائي وهذا هو سلاح الموسين غان متل ما تشوفون ان قدناكم يا اصدقائي هذا هو سلاح الموسين غان تروح بالوضع الكلاسيكي وتقل ثمانية من الاعداء وراح تكمل وياكم هذي المهمة وبكل سهولة ان شاء الله تمام المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك التقط الاسكار خلال خمسة عشر من المباريات في الوضع الكلاسيكي طبعا من الوضع الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف المطلوب من عندك من تنزل جيم تلتقط سلاح اللي هو اسكار مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو سلاح الاسكار قدامنا تنزل باي مباراة باي جيم تلعب انت بالوضع الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف تاخذ هذا الاسكار طبعا تاخذ هذا الاسكار بخمسة عشر مباراة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك تحرك لمسافة اكثر من ثلاثة الاف وخمسمية من الامتار اثناء تشغيل مركبة خاصة اللي هي السيارة الوحشية طبعا مركبة السيارة الوحشية رح تطلع قدامكم هذي سيارة الوحشية طبعا هذي السيارة الوحشية ما رح تلقاها الا فقط تلقاها بخارطة تليفك تمام تنزل خارط تليفك وتاخذ هذه السيارة الوحشية اللي موجودة قدامك وتمشي تمام تمشي ثلاثة وخمسمية من الامتار وراح تكمل اياكم هذي المهمة ان شاء الله طبعا هذي المهمة تقدرون يسويونها بجيم واحد وتقدرون يسويها باكثر منها المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك فقط التقط مخزن ذخيرة موسع سريع خلال اربعة عشر من المباريات في الوضع الكلاسيكي. انا انا راح اطلع لكم مخزن موسع سريع. مثل ما تشوفون يا اصدقاء هذو هو المخزن قدنا بكم. بس اكو قليش من هذي المهمة. انا قايلين مخزن موسع سريع ما قايلين لا اي ار لا اس ام جي. فانت بالجيم تقدر تاخذ اكثر من آآ مخزن بكيم واحد وتسوي هذي المهمة بكل سهولة وبأسراء فريقة. المهمة اللي بعدها صديقي فقط يقول لك اقضي على مئة من الاعداء باستخدام سلاح اليومي في وضع الساحة. مدام هو طالما بوضع الساحة. طبعا تروح هنا على اسلاحة ومثل ما تشوفون يا اصدقائي نختار سلاح مثل ما تشوفون هذا هو سلاح تدوس علي تجهيز ومثل ما تشوفون يا اصدقائي تلعب مباراة الفرق المميتة او المستودع او البلدة وتروح وتقتل مئة من الاعداء بالسلاح وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة ويانا يا اصدقائي يقول لك ايضا اقضى على مئة من الاعداء باستخدام في وضع الساحة. ايضا هو طلبها بوضع الساحة وبعد ما تكمل المهمة ما لليو ام بي تجي هنا على الساحة وتجي هنا على الاعتاد تختار السلاح الوزي بدل اليو ام بي تمام. تجي هنا ايضا على اسلاحة وتختار السلاح الوزي. مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو سلاح الوزي قد ناكم. تاخر ليش? ما ادري. المهم هذا هو سلاح الوزي قد ناكم. تخلونا هنا وتلعبون مباراة الفرق المميتة او المستودع وتكملون هذه المهمة ان شاء الله. طبعا هذه هي مهمات الاسبوع الثالث. اذا كان عندك اي سؤال او اي سفسار اكتب لي ها بالتعليقات. او ترسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف. وبس اشوفكم بخير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة